اشتركوا في القناة هذا لا اقول ولا ادعيه لكن اطلب العزة الله عز وجل امرنا بها ولا يجوز لنا ان نفرط فيها ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين واطلب ان يكون ولاءنا لله وللدين وللوطن وليس ولاءنا للامم المتحدة ولا لابريك يعني كأنها غول هائج نحسب كل شيء طاعة عميا نبص موب العشرة حتى الاشياء اللي هم لم يطلبوها مننا نحن نقدمها لهم خنوعا وخضوعا ومذلة هذا ليس من شيء من الكرام وليس من شيء من المؤمنين وليس من شيء من رجال الناس يدافعون عن انفسهم هذه اشياء تكفلها جميع القوانين حتى قوانينهم الظالمة نحن في دفاع النفس نحن ندافع عن نفس نحن لا نطلب النغزو امريكا ولا السعودية ولكن نحن ندافع على انفسنا كيف لا تتكلمون بالصوت العالي تطالبون بحقوقكم راهوا كل ما تقدموه لهم هم يزدادون سورة عليكم ويزدادون جرأة عليكم لا يحترمونكم ابدا العدو والظالم يحترم من يحترم نفسه اما الذي كل ما تأمره بامر ليس عنده سقف هو خادم مطيع يسمع منك ما تطلب منه هذا والله لا يحترمنا ابدا ولا يمكن ان يقف معنا بل لا يزداد يوما بعد يوم الا اذلالا لنا وسلبا لخيراتنا ولا يترك الاشياء ويصلط علينا كل شذاد الارض كلهم يصلطهم علينا ونحن السمع والطاعة فهذا خطاب اقوله للنخب واقوله للمسئولين واقوله للاعضاء واقول لمن هو كل ما تولى مسئولية وكل من هو مواطن يخاف على نفسه وعلى وطنه وعلى نسائه وعلى حرماته وعلى دينه وعلى ماله وهو واجب شرعا امره الله تعالى به اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة